اناب حضرته صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية لرعاية حفل نادي البحرين للتنس بذكرى مرور خمسين عاما على تأسيس النادي وشهد الحفلة سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة وسمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وعدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وكبار الحضور والضيوف والمدعوين وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن خالص شكره وامتنانه لجلالة الملك المعظم على ما يليه جلالته أي يده الله من دعم فائق للحركة الشبابية والرياضية ورعاية كبيرة لمختلف الألعاب ومن بينها رياضة التنس التي تعد واحدة من الألعاب التي تحظى بشعبية واهتمام كبير في المملكة ونوها سمو بالتاريخ الحافلي والمسيرة الممتدة لنادي البحرين للتنس على امتداد خمسين عاما وما قدمه من إسهامات ودور بارز في النهوض باللعبة وتطويرها على كافة الصعود والمستويات منذ تأسيسه مشيرا سمو إلى أن تأسيس النادي منذ خمسين عاما كان خطوة رائدة في تطوير رياضة التنس في المملكة وقد أسهم بشكل فعال في تعزيز مكانة البحرين على الساحة الإقليمية والدولية من خلال سلسلة الأنشطة والبرامج التي ينظمها حتى أصبح مقصدا لكل محبي رياضة التنس وأتمنى سمو الشيخ خالد بن حمد لنادي البحرين للتنس المزيد من التقدم في المستقبل مؤكدا سمو الدعم المستمر للنادي بما يسهم في مؤصلة مسيرة النجاحات والمكتسبات للنادي وتم خلال الحفل تكريم عدد من كبار شخصيات ورواد ومؤسسي الاتحاد البحرين للتنس ونادي البحرين للتنس والجهات الداعمة للنادي والداعمين المساندين وألقى سعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر كلمة أشاد فيها بدعم جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للقطاع الرياضي مشيدا بمسيرة نادي البحرين للتنس وجهود أعضاء في دعم وتطوير اللعبة وتحقيق العديد من الإنجازات متمنيا للنادي التوفيق والنجاح في مسيرته القادمة كما تم تدشين كتاب نادي البحرين للتنس خمسون عاما من الإنجازات والمسيرة مستمرة والذي يعد استكمالا للكتاب الذي أصدره النادي في عام 2013 وبه يكون النادي قد وثق بالكلمة والصورة تاريخ النادي منذ التأسيس في عام 1973 وحتى الآن اشتركوا في القناة